من جهتي أكد سيد ويليام وارد الخبير في الشؤون الاستراتيجية للشرق الأوسط خلال مدخلة مرئية في البرنامج أكد أن قطر على الرغم من توقيعها العام الماضي على تشريع جديد يضمن للعمالة حقوقها المادية إلا أن ذلك لم يحل مشكلات العمالة المتمثلة في معدلات الوفاة المرتفعة لهذه العمالة في قطر في أغسطس العام الماضي أمير قطر وقع على تشريع جديد يضمن ما لا يقل عن ألف ريال قطري في الشهر بالإضافة إلى بدلات معيشة لكل عامل أجنبي ولكن هذا لم يحل المشكلة المتمثلة في معدلات الوفاة المرتفعة للعمالة في قطر من دول مثل النبال وباكستان وبنجلاديش والهند وسريلانكا معظمهم من الشباب وبصحة جيدة تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة من المفاجئ أن الحكومة القطرية لم تفعل المزيد لتصحيح انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت سابقا لأن العالم يراقبهم ترجمة نانسي قنقر